اهلا بكم. هلا جديد النهاردة فيديو جديد. هو فيديو سريع كده عشان انا نزلة بس قلت وانا قاعدة كده مستنية قبل ما انزل اعمل فيديو كده عشان جيب في تبالي موضوع مهم قوي. انا شايفة انه هو موضوع شايف كده للناس ان احنا نعرفه وهو ازاي ان احنا عن طريق العقل الباطن وعن طريق قانون الجذب نقدر نعرف او علم الطاقة. نعرف ازا كان في حد بيفكر فينا في نفس ذات اللحظة. لو شخص ده فقارة تانية. في دولة تانية. في بلد تانية. مش بتكلم معنا فون يعني مش بيكلمنا. والشخص ده احنا جينا في عقل الباطن. هل انا ممكن اعرف ان الشخص بدأ بدأ يفكر فيها وبيفكر فيها وان انا على باله ولا لا. السؤال ده حاجة تريكي كده وحاجة يعني صعبة شوية. ممكن اقول حد يسمعها اول مرة يقول ايه الهرتلت دي او ايه هزي ده. نوي طبعا حد يكون بيفكر فيها وانا ممكن اعرف ان هو بيفكر فيها في نفس ذات التو واللحظة. انا عايز اقول لكم ان الكلام ده ممكن وممكن يحصل. وانا هقول لكم دلوقتي الطريقة ازاي تعرف ان فيه شخص بيفكر فيكو في نفس ذات اللحظة. طيب. كالعادة عايزيكو كلكم تتابعوني على الساشة الميديا. يعني عايز الناس اللي على انستجرام عندي يروحوا عندي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. والناس اللي في الفيسبوك تروح على الانستجرام وعلى اليوتيوب. والناس اللي على اليوتيوب تروح على الانستجرام وعلى الفيسبوك. طيب. بصوا موضوع علم الطاقة ده موضوع شرق جدا. وانا بدعوا كل الناس ان هما يتثقفوا فيه ويقروا عنه ويعرفوه اكتر. لان الموضوع ده هيفيدكو في شغلوكو. هيفيدكو في حياتكو. في حياتكو العاطفية. في كل حاجة. في كل اسبكس حياتكو. موضوع علم الطاقة ده مفيد جدا جدا. طيب. زي ما قلت قبل كده في فيديوز كتير قوي ان كل حاجة فينا ليها تردد. وليها طاقة. وان احنا كلنا عبارة عن ناتورك. ناتورك كده زي شبكة الانترنت. يعني احساسك ومشاعرك وعقلك الباطن. وتفكيرك كل ده بيتناغم كده في شبكة عن كبوتية كده زي شبكة الانترنت. هي ليها علاقة بعلم الطاقة. وان انت كشخص انت عبارة عن جهاز ارسال بترسل ترددات. عملت كده زي الانتنة. عارفين انتو الانتنة بتاعت الموبايل. فانت بترسل فيبس وترسل ترددات. وكمان بتستقبل ترددات وتستقبل فيبس. فانت انا كراشا اهو انا جهاز استقبال وجهاز ارسال. اوكي. طيب. طب يا راشا هل ازاي يعني ايه المؤشرات اللي ممكن تقول ان الشخص ده بيفكر فيا. اول حاجة ان الشخص ده بيقفز على ذهنك فجأة. يعني بيقفز على ذهنك يعني ما تحصلش اي حاجة في الدنيا تفكرك بيه. هو فجأة كده وبدون اي سبق انظار تلاقي الشخص ده جمبد ان يور ماند. يعني فجأة كده قفز وجي في دماغك. مسلا تكون انت مشغول بتذاكر بتشتغل بتلعب بتكلم حد خارج مع الناس ما له مش اي علاقة بيه. ويكون الشخص ده كمان صرته مجدش. ما حصلش اي حاجة ممكن تفكرك بيه. او تخلي الشخص ده يجي في دماغك. يعني مثلا ايه. ما حدش جاب صرته. ما فيش ريحة ريحته ما شامتش ريحته. ما حدش عده كده شكله او شبهه ففكرك بيه. لا ما فيش اي محفزات تخليك تفتكر الشخص ده. يعني مثلا انا كراشا خارجة مع اصحابي مبسوطة وفرحانة وما فيش الشخص ده مش في بالي اصلا. ولا قاعدة في مكان بيفكرني فيه ولا ريحة ولا عربية ولا ولا حد شابه ولا اي حاجة وفجأة الاقي الشخص ده اجي في بالي. طب هو ايه اللي خلاي يجي في بالي. فجأة كده بدون اي سابق انذار. ممكن شخص زكي جدا دلوقتي يرد علي وقولي طب يا راشا طماعي دي طبيعي جدا شخص ده ممكن يجي في بالي يا مثلا. لا هو اللي مش طبيعي ان ما يكونش فيه اي يعني اه طبيعي مثلا ان كون قاعد لوحدك فاضي. اه انت اللي استحضرته. لا انا مش بتكلم على كده. بتكلم ان الشخص ده وانت فيعز انشغالك وانت 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 في حواليك ناس كتير كمان. او مثلا انت مشغول بتذاكر او انت في الشغل او انت اه بتسايق على فكرة عربيتك. يعني ما فيش اي حاجة ممكن تفكرك به. وفجأة تلاقي الشخص ده قفص ده وتلاقيك حسيت كده يعني قلبك. عارفين انت لما قلبك يضق بسرعة كده كأنك انت شوفته معناه ان الشخص ده بيفكر فيك في نفس ذات اللحظة. يعني في نفس اللحظة اللي هو قفص على عقلك الباطن. الشخص ده بيفكر فيك. طيب ماشي انا شايف الناس بتشكك فيها وليه ايه الكلام ده. ايه الكلام ده يا جماعة الشخص يعني هو ارسلك فيبس او تردد او ارسلك رسالة تخاطرية عن طريق عقله الباطن. فهو لما افكر فيك الرسالة دي هو خرجها عنده كجهاز ارسال وانت استقبلتها عشان كده هو اجيب بالك. طيب يا رسال. طيب ما ممكن يعني 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 ما يكونش بيفكر فيه هو بيفكر فيك. وهتحس كده يعني انت مش بس هيجيب بالك. هتحس بقلبك كده يعني كأنه قلبك دق بسرعة كده كأنك انت هو هتحس به مشاعرك هتبقى انفولبت في الموضوع. طيب اه يعني يعني على فكرة في حاجة تانية مثلا لو حد ذكر اسمه قدامك فانت افتكرته لا دي مش كده لان فيه حد قراريدي جاب سرته لا انا مش عايزة يبقى تتأكد لما يكونش فيه اي حد جاب سرته اسمه حتى شكله مفيش اي علامة مفيش اي حاجة ممكن تفكرك بيه. طيب تاني حاجة هو ان انت تحس ان انت اه الشخص ده متملكك كده يعني انت على طول بتفكر فيه على طول بتحس وهي حدث هتحس ان هوا كأن مثلا حالا عارفين انت وكأنني انت لابسك ان شخص دي لابسك يعني على طول بتفكر فيه وتناية 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 وتشرب weitere وانت سايق وتاية وهي على طول الشخص ده في بالك حتى هوEngه فرحان وانت مدايق بتفكر اي ده يا ترا هو بيعمل اي او انت فرحان يطري شخص ده مابسوط важا مابسوط يعني كان يوجه يكون معايا. فانما تحس ان الشخص ده في بالك على طول وانت بتفكر فيه على طول على طول على طول وان انت في عز فرحتك وفي عز زعلك وفي عز السترس بتاعك وفي كل اوقاتك فكره اعرف ان شخص ده بيفكر فيك كتير جدا جدا مش بس بيفكر فيك ده بيفكر فيك قوي هتحس كان هو عبارة على حاجة لبسك كده كان هو عفريت كده ولبسك هتحس ان الشخص ده فعلا على طول معاك على طول كانك حسه حواليك حسه موجود كده في كل حاجة بتعملها كان الطاقته موجودة حضرة في عنده حضور الحاضر الغائب مش دايما فيه ناس حاضرة وغايبة في نفس الوقت هو الشخص الحاضر الغائب هو حاضر في عقلك الباطن حاضر في مشاعرك بس غائب كشخص بس روحه حواليك روحه بترفرف حواليك اعرف ان الشخص ده بيفكر فيك بطريقة جنونية يعني لو انت بتفكر فيه طول النهار والليل وانت نايم وانت وقبل ما تنام وما تصحى بيجي في بالك يا طرف بيعمل ايه وحتى وانت بتعمل انجازاتك يعني وانت مثلا بتعمل انجاز بتفكر يا طرف الشخص ده لما يشوف الانجاز ده هيبقى ايه شعوره والناس بتسقف لك بتفكر هو لما يشوف ده هيبقى منصوط ولا لا فانت بتفكره في كل اللحظات المثيرة المهمة في حياتك سواء عن لحظات ايجابية او لحظات سلبية اعرف ان شخص ده بيفكر فيك كتير جدا جدا طول الوقت بطريقة جنونية اخر حاجة هو ان انت بتحلم بالشخص ده وتحس الحلم كأنك حقيقا يعني احيانا تلاقيك بتحلم بالشخص ده مع انت ما فكرتش فيه قبل ما تنام بسرع او ما جاش في بالك او ما حصلتش حاجة فكرتك بيه او ما حدش تكلم عنه وتنام وتلاقيك حلمت وتصحى بالليل فجأة تحس انه كأنه كأنه روحه كانت موجودة معاك كأنك انت كنت عايش مش حلم كان حقيقة وتحس ان انت من كتر من انت مستمت او مبسوط بالحلم ده انت مش عايز تنم تاني او ان انت كأنك مش عايز تصحى اصلا من الحلم يعني وانت في الحلم بتبقى خايف تصحى علشان ما تكتشفت ان هو كان حلم يعني انا عندي واحدة صاحبتي يا جماعة كان بتحب حد جدا وتخطبت له والظروف عائلية تمان فسخ الخطوبة يعني حصلت مشاكل عائلية كبيرة قبل الفرح والخطوبة تفسخت فكتمر بتحكيلي بتقول لي راشا انا كنت بحلم ان احنا خلاص الفرح وبنحضر للفرح وبنحضر للجواز وان احنا مع بعض وان احنا كنت مبسوطة قوي لدرجة ان انا عمال اقول يا رب ما صحاش رب لو حلم افضل في الحلم ومبسوطة وسعيدة ويعني يا رب ان انا يعني ابقى ابقى للشخص ده عايز اقول لكم ان هما رجعوا البعض فبيحكي لها ان هو كان دايما يعني سبحان الله في نفس التوقيت اللي كانوا بيفكروا فيه وكانوا بيفتكروا بعض فيه كان هو بيبقى نفس ذات التوقيت عشان كده يا جماعة ثقف احساسك احساسك ده ليه طاقة وليه فيبس عشان كده لازم الناس ده صقف احساسها لما تحس ان الشخص ده بيفكر فيك والله العظيم بيكون بيفكر فيك تخيله وعشان كده وقلتلك انت الشخص ده تلاقيه بيقفز لحياتك كده من غير بتستحضره عارف ان تروحه بتيجي تعيش حواليك كده ما انت مش قصد هو بالغصب عنك روحيا بتلاقيه بيتملكك انت حس ان هو الحاضر الغائب هو موجود حواليك معاك كأنه عايش معاك وانت بتاكل بتفتكره وانت بتلعب سبورتز بتفتكره وانت بتعمل وانت بتسقف لك بتفتكره وانت متدق وحزين وبتعايد بتفتكره برضو فالشخص ده عارف ان هو بيفكر فيك بطريقة جنانية وما يقدرش ينساك وده لي علاقة علم التخاطر والرسائل الروحية اللي الشخص ده بيبعتها لك اخر حاجة بقى عايز اقولكو انت عارفه ازاي الشخص ده بيفكر فيكو ازاي شعورك بيه لما تفتكره يعني لو انت افتكرته بطريقة سلبية يعني مثلا افتكرت ان حاجة وحشة وعملها او حاجة ديقتك منه اعرف ان الشخص ده بيفكر فيك بطريقة سلبية لو انت حاسيت ان مشاعرك ملتهبة كده كأنك انت حاسس بالحب حاسس بالعشق بالغرام بالولا انت قدبت التهم اعرف ان الشخص ده بيفكر فيك بحب كده بمشاعر بطاقة حب لو فكرت فيه بطريقة جسدية ان انت بتحضنه ان انت همسك ايده ان انت اعرف ان الشخص ده بيفكر فاللي انت هتحسه هو اللي هو بيحسه يعني انه هو بعتلك ميسج باحساسه فبالتالي احساسه بينتقل او طاقت احساسه او تردد احساسه ومشاعره بتتنقل منه لعقلك الباطن فمشاعرك هي عبارة عن انعكاس او رد فعل مشاعره هو صدقوني يا جماعة الموضوع ده فلد جدا جدا الناس كتير بتشكك فيه بس اكيد كله بتحصل انتو جربوها مع الناس القريبة منكو روحيا يعني في ناس لازم ببقى فيه توافق روحي ما بينكو او الناس اللي انتو بتحبوها قوي وفيه مشاعر قوية ما بينكو هتلاقي الاشخاص دي لما هو بيفكر فيه انت بتفكر فيه لما بيحصل فيه كامستري قوية جدا جدا ما بينك وما بينه هتلاقيكو بتفكروا ببعض في نفس ازاي اللحظة حتى لو انتو منفاصلين حتى لو انتو سايبين بعض حتى لو فيه فرامة بينكو او شكرا احكولي قصصكو احكولي هل فعلا قبل كده حصل الموقف ده معيكو ولا لا هل فعلا فيه شخص انت بتفكر فيه بعد كده بتبتشف ان هو كان بيفكر فيك بنفس القدرة القوة قصدي بنفس القوة بنفس الدرجة ولا لا تانكيو بحبوكو جدا جدا اشوفكو في فيديو تاني اكتبوا لي تجابركو تجاربكو مع علم الطاقة تحت تانكيو باي بلز متو سوش المالو فورو وتبو مامي على السوش الميديا باي